وقف للإستيراد، دعم للمنتجين ثم توجه للتصديق ثلاثية جعلتنا ننسى أو نتناسى الحلقة الأهام في ترقية الانتاج المحلي وهي المستهلك حيث لا يزال غالبية الجزائريين لا يثقون في منتج بلادهم وهو الرهان الذي يواجه المؤسسة المحلية التي تسعى لكسب ثقة المستهلك الجزائري صارح بعضنا المنتج تاعنا ما عندوش سبغة إشهارية وما عندناش مخابر نتكلم بكل المصدقية بصراحة في منبر النهار لأن المخابر لا تمشي مع المنتج كون كانت كل ولاية في إنتاجها تتخصص في مخبر نحن نتكلم في جسوالا في الباكاجينج لأن المخابر الأول الذي يذهب لها هو الفيزيون وعلى آخر هو الناس هو الناس لذلك نحن نتكلم على الانتجين لذلك هذه هي المخابر التي تجلبها للمخابر تتنوع أسليب جذب مستهلك الجزائري وعلى رأسها رهان الجودة والنوعية لكن يبقى التغليف والتعليب أهم النقطة يجب التركيز عليها لا معنى لمنتج جزائري لا يثق فيه المستهلك المحلي فالمنتج المحلي والمستهلك المحلي ثنائية قد تتجاذب وقد تتنافر لكنها تبقى المحدد الأساسي لحركية الاقتصاد والتنمية المحلية